بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث الذي خصصته بالحديث عن الاحتلال الإنجليزي لمصر وذكرت في الحلقة الماضية الهزيمة المرة في التل الكبير واحتلال مناطق أو مدن القناة وتقدم نحو القاهرة الذي جرى باختصار أن عرابي استطاع أن يهرب من أمام الإنجليز في التل الكبير لما رأى أن الهزيمة وقعت وقعت وتسرب إلى الزقازيق ليركب قطارا يصل القاهرة وهذا مأخوذ من مذكرات عرابي بالمناسبة ومن كتاب عبد الرحمن الرافعي الأستاذ المؤرخ المصري ومن عدد من الكتب الأخرى وصل إلى القاهرة فوجد القوم مجتمعين فيتوقعون وصوله فأدركهم القوم منهم الأعيان وبعض العلماء وبعض أركان الدولة الذين هم عرابيون يعني مناصري العرابي فبعضهم قر رأيه على الاستسلام قال نستسلم من إنجلترا وانتهى الأمر وبعضهم قال نقاوه للأسف الشديد هنا استقر الرأي بعد مدة على الاستسلام عرابي ذهب ونظر إلى استحكامات موجودة في جهة العباسية كانت يعني الذي كانت تسمى في الماضي صحراء الريدانية لما بنى فيها عباس الأول قصر وسميت بالعباسية المهم فوجد أنه وجد أقل من 100 جندي موجودين الجنود تفرقوا كلهم تفرق الجنود وهذه أحد الأخطاء الخطيرة ترك القاهرة بلا جنود وأين ذهب الجنود وماذا جرى عليهم ومن الذي أمرهم بالذهاب ما يدري وجد أن الحالة بائسة فقرر أن يستسلم هنا في الحقيقة نظر طويل أرجئه لمحاكمة عرابي ذهب هو عبد العالحلمي وسلم سيفيهما لجنرال لو الجنرال لو كان قدم قدم زاحفا إلى القاهرة بأقل من ألف جندي بريطاني سيأتيه المدد بعد ذلك لكن هذه كانت الطلائع الأولى العباسية يفترض فيها ثكنت العباسية أن يكون فيها باعتراف عرابي في مذكراته بخط يده أن فيها يفترض خمسة وثلاثين ألف جندي من الجنود النظامية ومن المتطوعين خمسة وثلاثون ألفا أين ذهبوا والألف الذين قدموا البريطانيين يأتون إلى مدينة مأهولة بالسكان فيها يفترض أن فيها جيش وشرطة وحامية وقاهرة عاصمة فمن الذي يحامي عنه ومن الذي يدافع وأين ذهب الجنود وأين هؤلاء والعجيب أن عرابي في مذكراته قال إنهم كانوا موجودين يعني حصل تناقض بين رواية المؤرخين وكتابة عرابي لأنه قال في اعتذاره بعد ذلك للأسف أنه أعتذر بعد ذلك عن كل الذي فعله كتب أن كان هناك حملة في ثكنة العباسية كان هناك قرابة خمسة وثلاثين ألف جندي وأنا رأيت أن أحقن الدماء أي دماء تحقنها وهؤلاء جاءوا محتلين يعني هناك في الحقيقة مدتان مرت فيهم الثورة العرابية مدة الأولى كان العرابي متقدما شجاعا جريئا مقداما متصدرا دافع الناس للقتال والجهاد مدة الأخرى ما أدري ماذا جرى له منذ أن انهزم في التل الكبير وبدأ كأنه متخاذل عموما جاء جنرال لو والأسف الشديد احتلوا ثكنة العباسية وثكنة قصر النيل بدون مقاومة قوم قرروا الاستسلام وهنا يعني على الأقل كانت تحصل مقاومة على الأقل يقتل من جنود الإنجليز قدر الإمكان ربما يندحر الجنرال لو ويعود من حيث أتى إلى ويلسلي الذي كان أنا ذاك في منطقة القناة يفعلون أي شيء أما أن يسلموا البلد بهذه الطريقة المهينة الذليلة أمر صعب على النفوس ولا أدري كيف وفق عليه عرابي يبدو أن الضغط عليه كان كبيرا من بعض أركان الدولة يبدو لما رأى أن لا فائدة من القتال وأن الخديو مع الإنجليز وأن بعض رفاق الدرب من حزب الوطني ذكر ذلك في بعض الحلقات السابقة التحول وللإنجليز وأن الأمر لا فائدة فيه وهزائم القصاصين والإسكندرية ثم القصاصين ثم التل الكبير كل أثرت عليه ربما كافحة نفسية مالة إلى التسليم محمود سايم بارودي رفض قال أنا ذهب إلى بيتي ما أراد أن يقبض عليه أنا في بيتي عدد من القادة رفضوا لكن عرابي ذهب وسلم سيفه هو وعبد الحليم عبد العالحلمي فيما أذكر وفقال لهم جنرال لو هل تقبلاني أن تكون أسرى عند جلالة الملكة يعني يقصدون فيكتوريا ملكة إنجلترا فقال أنا أثق بشرف إنجلترا وأسلم نفسي لها للأسف الشديد فسلم نفسه وابتدأ دخول الإنجليز ودخل جنرال ويلسلي ودخل الإنجليز كلهم بعد ذلك إلى القاهرة للأسف بدون مقاومة والذي حصل أن بدأ القبض على أعيان المصريين والضباط الكبار وأركان الدولة تسعة وثلاثون ألفا قبض عليهم وأودعوا السجون انظروا لشرف إنجلترا الذي سلم نفسه إليه عرابي الأسف الشديد تسعة وثلاثون ألفا من العلماء والضباط وكبار أركان الدولة والوزراء وكلهم أودعوا السجون في طريقة ذليلة ومهينة وبدأت محاكمة عرابي وعين له محاميان إنجليزيان الأسف الشديد عين له محاميان إنجليزيان والعجيب أن المدعي عليه كانوا من المصريين والمحامي كان من الإنجليز يعني يحصل أشياء في هذه الدنيا عجيبة وغريبة للأسف أيضا أن عرابي اعترف بجريمة هكذا بجريمة عصيان الخديوي والتمرد عليه اعترف بهذا كتابة وكتبه محاميه محاميه كان إنجليزي إنجليزيا كتبه الوثيقة بلغة فرنسية يبدو أن النظام القضائي كان معتادا على ذلك ما أدري لكن كانت مأساة كل زعماء الثورة قبض عليهم عرابي باشا محمود سامي البارودي باشا رئيس الوزراء السابق والشاعر الكبير والأديب ومن تولى قبل ذلك وزارة الأوقاف ووزارة الحربية ورئاسة الوزراء في مصر قبض عليه علي فهمي باشا عبد العال حلمي باشا محمود فهمي باشا أركان حرب في الجيش وكل هؤلاء كلهم قبض عليهم زعماء السبعة كلهم قبض عليهم وقبض على مجموعة ضخمة جدا وأودع السجون كما قل لكم طريقة مهينة جدا قبض على عبد الله باشا فكري وزير معرفة وزارة البارودي ورجلا صالحا صاحب كتب في تربية البنات وكذا مشهور عبد الله باشا فكري حسن باشا الشريعي وزير الأوقاف في وزارتي اسماعيل راغب باشا ووزارة البارودي فحكم عرابي واستقرأي الإنجليز على أن يقدم عرابي وصحبه أمام المحكمة العسكرية بتهمة عصيان الخداوي وأن يعترفوا بجرمهم أنت محاكم محاكم وسيحكم عليك بالعدام وسيحكم عليك بالعدام فلماذا تعترف بأي جريمة التي اتكبتها أنت أنت كنت بطلا في نظر الشعب وتقدمت صفوف وقاتلت حتى يخرج الإنجليز من مصر ورأيت أن الخديو عميل للإنجليز فقاتلت فأي جرم التي اتكبتها أنت وأي جرم تعترف به أصلا وهل تظن أنك عندما تعترف بجرمك سيخفف عنك الإنجليز الحكم أو أن القضية بويتت بليل والأحكام بويتت بليل كلها فلماذا لم تظهر في المحكم موقف قوي وقوي جدا مشرف تختم بي حياتك وليكن ما يكون وأنا ذكرت قبل ذلك صدام أنا عندي عليه مؤاخذات كثيرة جدا على طريقة حكمه وبعدي عن الإسلام في معظم مدة حكمه وعلى القتل الذريع الذي أحدثه في العالم العربي بالذات في الخليج والكويت والإيران حزب البعث وطغيانه في العراق وقتله المسلمين ومحاربته الإسلام كل ذلك عندي عليه كلام طويل لكن في المحاكمة كان أسدا قويا وقف في وجه العملاء الذين حاولوا أن يذلوه ويهينوه وهم عملاء عملاء أمريكان فكان واقف موقف هائل وهائلا جدا فلذلك يعني عرابي ما كان موقفه موقفا في الحقيقة مناسبا أبدا كان متخاذلا جدا بالذات لمن طلع على مذكراته وألفاظه وهو يرجو الإنجليز ويرجو المحكمة بصورة كانت يعني صعبة جدا جرت المحاكمة ويصدر مع المحاكمة مرسوم بمصادرة أملاكهم مع عدم المساس بأملاك زوجاتهم وأن تقرر للحكومة بعد ذلك المعاش المناسب لهن وحرمانهم من رتبهم وألقابهم وما دامت سوى أقل من عشر دقائق المحاكمة حكم طبعا للأسف محاكمة أسكرية برئاسة مصري وأعضاء مصريين وحكموا لم يحضر إلا عدد قليل في الجلسة الأولى وجلسة النطق بالحكم حضر عدد أكبر لكن كان قليلا جدا من المصريين كانوا حاضرين وقع على وثيقتين الوثيقة الأولى يعترف فيها بارتكاب جريمة العصيان ويتعهد في الثانية ألا يبرح الجهة التي تعينها الحكومة الإنجليزية لمن فاه طبعا الذي حصل أنه حصل مثل حلوسط بين الإنجليز والخديو أن يحكم عليه بالعدام أولا ثم يخفف إلى النفي المؤبد يعني حكم مبيت بليل أتمنى أن يكون في المحكمة مدافع على النفسي وبقوة مظهرا لشجاعته وقوته وبطولته في الحروب الماضية مظهرا لبطولة الشعب المصري الذي اختاره ليكون قائدا له هذا كانت أمنيتي وطبعا نتقوا بالحكم بالعدام ثم مباشرة معه أن حضرة الخديو من رأفته ورحمته قرر أن يتنازل عن حكم الإعدام إلى النفي المؤبد ولو حاول أن يعود إلى مصر يقتل فورا أما علي الروبي في الحقيقة الذي سلمه قيادة عرابي قيادة التل الكبير وقلت لكم جاء متأخرا كان يفترض أن عرابي هو الذي يتقدم لا أن يرسل علي الروبي رفض بإباء وبشمم أن يعترف بأي جريمة وكان بطلا في الحقيقة ورفض الإقرار الذي كتب عرابي فلم يحاكم معهم ثم صدر الأمر بنفيه عشرين سنة في مصوع بعد ذلك طبعا حدثت أحداث سأتي عليها بعد الفاصل إن شاء الله فابقوا معنا السلام عليكم مرة أخرى بعد الفاصل أيها الأخوة والأخوات حكم على كل الضباط السبع بالحكم نفسه بالنفي إلى خارج مصر النفي المؤبد وماعد علي فهمي حكم عليه بعشرين سنة في مصوع أم علي الروبي يعني أما الباقي كله حكم بالنفي المؤبد إلى جزيرة سيلان كانت تسمى سيلان آنذاك وهي اليوم تسمى سريلانكا سريلانكا اسمها القديم الأول سرنديب سرنديب أي من ابن بطوطة وكذا سرنديب ثم تحولت إلى سيلان ثم اليوم هي سريلانكا كانت أيام عرابي سيلان فحكم عليه بالنفي إلى سيلان وكما أقول لكم حرم من أملاكه كلها وعين المعاشي الضروري لحياته في سيلان وذهب الضباط السبع مع ضابط إنجليزي وأودعوا في سيلان في مدينة كولومبو تركوا هناك وعلي يعيشوا في سيلان إلى أواخر حياتهم أقام عرابي وزملاءه ستة في جزيرة كانت حياتهم في المنفى حياة ألم وحزن وبؤس وشقاء للأسف شديد بدأوا يتلاومون عوض أن يقوي كل منهم نفسية الآخر ويقول له نحن خدمنا ديننا وبلادنا ونحن خدمنا القضية ويكونوا الأقوياء عظماء في المنفى كما كان عبد الكريم الخطابي عبد الكريم الخطابي كان أسدا في منفى نفته فرنسا ونكثت بوعدها معه إحدى وعشرين سنة في جزيرة رينيون إحدى وعشرين سنة ورجع بعد ذلك إلى فرنسا في الطريق بحيلة ما أنزله المصريون في زمن فاروق وجاهد إلى أن مات ضد الفرنسيين في مصر وفتح مكتب المغرب العربي فكان ممكن أن يصبر بعضهم بعضا وهذا قضاء الله تعالى لكن كما قلت لكم القوم ما كانوا منبعثين من برنامج إسلامي واضح ما كان الأسف الشديد وأنا أقول ذلك ما كانت الثوابت الإسلامية هي التي تدفعهم وتنظم مشاعرهم وعواطفهم وعقولهم وقلوبهم من الأسف الشديد ولم يكترث لهم أحد ولم يعطف عليهم أحد ولم يذكرهم أحد للأسف الشديد والبارودي قال شعرا رائعا جدا في منفاه وتكلم عن حياتي وحياة زملائه وحصل له أشياء كثيرة ووقع الخصام بينهم الأسف وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون وبدأ الخصام أول ما وقع بين عرابي وطلبة باشا وعبد العالحلمي مع أن عبد العالحلمي من أقرب المقربين والساعد الأيمن لعرابي انتقل البارودي بعد أن تزوج ابنة يعقوب سامي باشا طبعا نفي معه تزوج وانتقل إلى كاندي مدينة في الجبال في سرلنكا سيلان وتبعه مجموعة ثم تبع عرابي واستقروا جميعا في كاندي وكان يعني لهم كان البارودي يخطب كان عرابي يخطب العربية ويعلمان العربية كأنهم بعض الفوائد في سيلان في الحقيقة لا بأس بها مات الضباط واحدا بعد الآخر في سيلان محمود سامي البارودي أصيب في عينيه بارتشاح في القرنية ثم عمي فاستعطف الحكام في مصر وعاد إلى بلاده مكث قليلا قرابة أربع سنوات ونيف ومات رحمه الله تعالى محمود سامي البارودي في حياته في القاهرة الأخيرة كان يأتي حافظ وشوقي ويسمعان منه القصائد الرائعة وهو أبو الشعر القوي الحديث أنه كان الأدب المصري والعربي عموما في انحدار شديد البارودي أول شاعر مفلق جاء وأظهر الشعر القوي قبل شوقي وحافظ هذه المجموعة أيضا بعد ذلك عرابي عاد بوساطة من الإنجليز كان هناك عباس حلمي الثاني كان هناك رجل ولي عهد لبريطانيا زار سيلان ودخل عليه عرابي واستعطفه للأسف بصورة لا تليق بزعيم وطني كبير ومجاهد كان أنه حصل وتوسط له الإنجليز وعاد أيام الخدي عباس حلمي الثاني عاد إلى مصر وعاش حياة في مصر كلها بؤس وشقاء وتوفي بعد عودته بإحدى عشرة سنة سنة 1911 تقريبا توفي قبل أقل من مئة سنة ولم التفت إليه أحد ولا در به أحد وإن أسف تصريحاته لما عاد كانت تصريحات كلها اعتذارات عما صنع وكلها ميل نحو الإنجليز بصورة غريبة وعجيبة أنا ما أريد أن أقرأ عليكم نصوصا القلب لا يتحمل وما أريد أن أشوه يعني صورة هذا الزعيم الكبير في نفوسكم وقلوبكم لكن في الحقيقة عودته ما كانت في صالحه وتصريحاته بعد العودة ليت واعتزل مثل بارودي وسكن في بيت ولا يدري عنه أحد لا حفظ له التاريخ ذلك لكنه بدأ بتصريحات ما تليق لا به ولا بجهاده ولا بشرفه العسكري ويعني الأمور ما كانت مناسبة أبدا المهم وجلب أيضا سخط الرأي العام بأحاديثه لأنه جاءت هذه الأحاديث في مدة كانت شارع المصر يغلي بالوطنية وبإرادة الاستقلال وبجلاء الإنجليز وبوادر ونذر الحرب العالمية على الأبواب فيعني ما كان مناسبا أبدا حديثه ولا كلامه أيضا يعني في الحقيقة كل ذلك الهيلمان الذي سمعنا له وأنا أقوى من دولة فرنسا وأنا أقوى من دولة إنجلترا وأنا أقوى من الدولة العثمانية وأن الحاميات الإسكندرية ستبقى ثلاث سنوات دافئة عن البلد وين يهدمها الإنجليز وين يستطيعوا ومحاولات يعني عزل الخديو ومحاولات قتل النواب إن لم يكونوا معه وكل ذلك تلاشى بصورة عجيبة تحتاج إلى دراسة نفسية الحقيقة دراسة نفسية وسيكولوجية كما يقال من أطباء نفسيين لينظروا كيف انتقل عرابي تقريبا من النقيض إلى النقيض من القوة والحماسة والشجاعة وقيادة الجماهير ولقوف بجرأ فواج الخديو ومحاولة عزله إلى تخاذه العجيب بعد ذلك في المحكمة وفي النفي وبعد أن عاد يحتاج الأمر في الحقيقة إلى نظرة نفسية مهمة ومهمة جدا يعني لابد طبعا لو أن نجح عرابي في ثورته ما قيل عنه هذا كله ولا يعني هذا معلوم طبعا والناس من يلقى خيرا قائلون له ما يشتهي ولأم المخطئ الهبلوا والناس من يلقى خيرا قائلون له ما يشتهي ولأم المخطئ الهبلوا فالمخطئ سينزلون عليه أما الناجح طبعا ويعني في الحقيقة يعني أيضا الرأي العام في مصر أيها الأخوة والأخوات لما رأى عرابي ومحكمته ورأى الزعماء السبعة كلهم يحاكمون ورأى ذلك التخاذل في المحكمة وجرائد كانت تنقل طبعا كل شيء ورأى يعني أصابه يعني يأسوا أحباط أن هؤلاء هم الزعماء الذين اتكن عليهم طويلا ووثقنا بهم طويلا يحصل منهم هذا فكان يعني كان صعبا جدا على المصريين آنذاك وعلى نفوسهم وعقولهم وقلوبهم ويعني ما كان لناك مشكلة لو أن عرابي مثلا قال أنا يعني هذه هزيمة هزمناها بشرف وبقوة والأمم تمر بأطوار ضعف وأطوار قوة ونحن قدمنا كل ما عندنا والإنجليز مخطئون والخديو مخطئ ويعني وهذه بلادنا ربما نشأ عن تلك القوة لو وجدت في المحكمة نشأ جيل قوي يرتكن إلى تلك التصريحات وإلى ذلك الكلام الرائع ويبدأ دورة جديدة في الجهاد والقوة والإعداد لطرد الإنجليز لكن لما يكون الناس متخاذلين قادة البلد ورواده والذين ساقوه إلى الجهاد والذين نفخوا فيه روح القوة والحماسة يحصل لهم هذا في المحكمة لذلك أيها الإخوة والأخوات المحاكم للثورات كلها تكون محاكم في الحقيقة تحمل أروع عنواع الصمود والثبات والقوة أمام من قضى على تلك الثورات أو من احتل البلاد على مدار التاريخ في جزائر أظهر الإخوة في المحاكمات بعض المحاكمات جرت لهم ثباتا رائعا جدا في كل بلد يعني في العراق في اليمن في الشام يعني الناس علقت على المشانق وضربت بالسيوف وهي ثابتة وقوية وترضى بقضاء الله وقدره وفي مقابل ماذا إذكاء روح الأجهاد ضد المحتلين وإذكاء روح الثورة في الشعب وكل هذه تأتي من تصريحات قوية للقادة في محاكماتهم وفي محاكمات كما يقولون محاكمات الثورة أو محاكمات الأجانب المحتلين للمجاهدين الذين يجاهدونهم من أهل البلد وهذا ليس فقط في الإسلام يا إخوة كل الثورات كل الثورات أثبتت هذا وبقوة وما تراجع أهلها تقريبا ما يقول لكل فيتنام أظهروا صورة مشرفة رائعة جدا ووصلوا إلى الموت فليت عرابي ومن معه وجاهدوا الإنجليز على بواب القاهرة وجمعوا الشعب ضد الإنجليز وأثاروا الشعب ضد الإنجليز القادمين إلى القاهرة وليكن ما يكن وفي مصر كان مئات الآلاف من الشباب الذين يمكن أن يضحوا بأنفسهم ضد هؤلاء الإنجليز وكان له جمع ألفا ألفا من الإنجليز بدأت حملة الإنجليز على القاهرة بألف يعني لو وجد أمام كل ألف شاب واحد يقوم في وجههم ثم شاب ثم شاب ثم شاب أن يجتمع مئة ألف من الشباب ضدهم ماذا سيفعلون سيفنون سكان القاهرة مستحيل لكن أيضا لو أن العرابي قرر المقاومة وجمع من الجند ونادى في الأمة بأن جنود يقدمون ويتجمعون جنود الفارون من معركة اسكندرية والقصاصين وتل كبير يجتمعون في القاهرة بسرعة ويقاومون ويطبقون على المحتل الإنجليزي من ورائه حرب عصابات حرب مدن سميها ما شئ سميها ما شئ أي حرب أمام هؤلاء اليهود اليوم بعد ما ضربوا غزة 23 يوما 23 يوم ضربوا غزة ما استطاعوا بدبابات مطايراتهم المتقدمة وراداراتهم وسائلهم المتقدمة جدا 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 مقارن بإنجليز قبل مئات سنة طبعا ما استطاعوا يصنعوا شيء لغزة ما استطاعوا يصنعوا شيئا وقف أمام أبطال غزة يقاومونهم بأعتاد عسكري أقل بكثير جدا مما عند اليهود فأنا أقول يعني الذي جرى من احتلال للقاهرة كان احتلالا مضحكا جدا ما كان احتلالا أصلا كان تسليما للبلد إلى الإنجليز هذا الذي حصل وما هناك مقاومة جرت مقاومة نوعا ما مشرفة بالاسكندرية مقاومة في القصاصين تل كبير لماذا تحصل مقاومة في القاهرة فأنا أقول في النهاية سنأتي لتقويم الثورة العرابية بالكامل في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى لكن الذي جرى كان مؤلما ويحز في النفوس والقلوب وكنت أتمنى أن يجري غيره لكن هذا قضاء الله تعالى قضاء الله تعالى نسمع ونستفيد وهذه العبر والعذاء كلها تكون نبراسا مضيئا لنا إلى مستقبل أفضل إن شاء الله تعالى وإلى جيل جديد يتحمل مسؤولية بقوة ويقدم الصفوف ويتقدم وينصر أمة الإسلام ويعليها ويجعل لها الريادة والمجد والسيادة من جديد وإنا لفاعلون إن شاء الله تعالى وإنا لمنتصرون وللقاء حلقة قادمة الإخوة والأخوات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورحمة الله تعالى ورحمة الله تعالى